أستاذ أيمن مصر هتدفع تمن مواقفها السياسية الشريفة؟ مصر طوله عمرها الدورها التاريخي بتدفع التمن دي مش أول مرة من 48 2014-2021 دائما الدولة المصرية ما بتتصدر المشهد لكن النهاردة التمن هيبقى غالي جدا لو حصل هناك فيه بعد أمني في الموضوع أستاذ الهاتف أمني القوم المصري على المحك النهاردة أسرائيل بتسعى أن هي تدفع الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب القطاع عشان يكون نوع من أنواع الاجتياح وبيضربوا جنوب القطاع؟ بالضبط ويرجعوا يعتذروا التمن هيكون أكتر بكتير لو حصل المخطط الغربي المرعب المرعب أنه هو يخلي شمال القطاع بشكل أو بآخر ولكن الدولة المصرية للأسف بس دولة المصرية لوحدها هناك فيه غياب إقليمي وعربي قبل ما يكون فيه غياب دولي للأسف شديد ولكن الدولة المصرية هل بيان وزارة الخارجية العرب النهاردة تسع دول بما فيهم مصر كافي في رأيك؟ لا من وجهة نظري مش كافي لأنه هناك فيه تغازل إقليمي يمكن آه فيه بيان لكن تحرقات الدول العربية والخليج إحنا هل تتخيل أن فيه دولة خليجية في مجلس الأمن بتدين حماسه بتعتبرهم جماعة إرهابية ودي دولة ودولة عربية يعني معنى كده التخازل موجود يعني معنى كده الموقف العربي ليس داعم بشكل كبير ما حدش فيهم أدان المندوب إسرائيل لما قطع البيان قدام الناس كلها على المنصة وخارح لم يحدث أدانها وللأسف الشديد هو موقف غريب أصلاً أنه هو يكون عنده الجرأة أنه يعمل حاجة زي جده في مجلس الأمن ولا يحسب حتى على المستوى التربوي على المستوى السلوك ولا المستوى الدبلوماسي أن الدولة تقوله أنت بتعمل كده زي ولا مثلاً مجلس الأمن أنت زي أنت بتعمل حاجة زي كده فأنا بقول أن الموقف اللي إحنا فيه دا خلال 30 سنة من تخازل إقليمي وعربي يعني لو كنا دعمنا الفلسطينيين بنسبة 30% ما كانش يونسلنا للمرحلة دي إلى جانب أن الرئيس أكد على حاجة مهمة جداً الإقتطال الداخلي وده ساهم بشكل كبير جداً لتفاقم الأزمة المشكلة بين فتحة وحماس إحنا تأزينا بشكل كبير جداً طيب الهدنة الإنسانية ماكرون أرجع تاني معلش لمكرون في حتة صغيرة يعني إذا كانت فرنسا يعني الرئيس بتاعها بيطالب بهدنة إنسانية وفرنسا صوتت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة وبيدن قال مبارح أنه أي وقف إطلاق النار دلوقتي يخلي حماس يعني ترتب أوراقها تاني هو الحل السياسي عجيب شوية يعني هم مش عايزين إسرائيل توقف ضرب وفي نفس الوقت نعمل لك ممرات أمنة يعني النهاردة حتى على مستوى الحل السياسي مفيش فكرة رؤية شاملة يعني النهاردة الديني وقف إطلاق النار وبعد كده لا عايز تدخل ممكن نسمحلك أن أنت تدخل بس إسرائيل لازم تكمل الهجمة الانتقامية والفرصة اللي جات لها أنها نعب تعمل نوع من أنواع النزوح عشان تعمل عمق أمني تبدأ عن غلاف غزة ويبقى شمال القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية طيب روسيا والصين أخيرا دخلوا في الموضوع يعني على الخط ولا باستحياء برضو طبعا على استحياء يعني النهاردة الدور الروسي لما كان في سوريا قوي قدر أنه يعمل التوازن المطلوب ولولا التواجد الروسي عفوا في سوريا كانت سوريا كانت الخطة الشكلة بقى مختلفة لكن هي عندها مشاكل كتير جدا في أوكرانيا متفرغة للجابة الأوكرانية لكن أنا أعتقد أن يجب أن يكون هناك فيه دور روسي أكبر من كده لأنه هيعمل نوع من أنواع التوازن أنا أعلامة استفاهم الحقيقة على الدور الروسي على استحياء بشكل كبير جدا والصين الصين نفس الشيء الصين دولة يعني قبلك فيه علاقات برضو بين روسيا وإسرائيل قوية برضو قوي جدا بس الصين دولة ملهاش في المواجهات المباشرة وما بتحبش تتبنى مواقف سياسية واضحة هي نوع من أنواع سياسة عدم الحياسة هي بتشتغل لمصلحتها في الأساس سياسة ومصلحتها بس بس وما ليها مصلحة أن هتحط رجليها في المنطقة برضو طبعا بس ممكن يكون ده مش التوقيت المناسب بالنسبة لهم بشكل أو بآخر ومش دي سياستهم وبيشتغلوا على المدى الطويل مش هتيجي الصين في الوقت هي سياسة بالنسبة لها سياسة على استحياء ممكن تشتغل جوه مجلس الأمن القرار السياسي القرار رأقابي لكن هي مثلا طوعة اللي هيكون فيه واحدها كده لا الصين ما تعملش مش دي سياستها للأسف شديد